موسيقى مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج عالم الطاقة نناقش فيها موسيقى طباط التجارة العالمية يلقي بظلاله على أسواق الطاقة موسيقى ومع عودة الضبابية أو بيك بلوس تتعهد باستمرار دعم أسواق النفط موسيقى لم تكن أوضاع التجارة العالمية في أحسن حالاتها عندما ضرب باروس كورونا العالم فالحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين كانت قد تركت تداعيات كبيرة ليس فقط على التجارة بين البلدين وإنما على مختلف سلاسل التوريد بالعالم ظهر ذلك بشكل واضح في حجم التجارة العالمية حيث تراجعت تجارة السلع بالعالم في 2019 بنحو 3% وبلغت 19 تريليون دولار بالمقابل كان هناك نمو للخدمات تجارة الخدمات بنحو 2% لتبلغ 6 تريليونات دولار لكن حتى هذا النمو يعتبر ضعيف إذا ما قورن بالسنوات السابقة قبل أن تتمكن التجارة من التقاط الأنفاس جاء فيروس كورونا ليوجه أكبر ضربة للتجارة العالمية في التاريخ الحديث هذا ليس كلامي وأنما كلام منظمة التجارة العالمية الجزء الأصعب من هذه الخسائر هو خسائر تجارة الخدمات التي لا يمكن تعويضها أبدا الآن يواجه مسار التجارة العالمية حالة من عدم اليقين بحسب منظمة التجارة العالمية هناك سيناريو هان السيناريو الأول يعني يعتبر متفائل لاستطيع أن نقول يقوم على هبوط التجارة العالمية بـ 13% هذا العام لكن النمو يعود بـ 21% خلال العام المقبل لتتعافى بشكل كامل بحلول العام 2022 هذا السيناريو المتفائل أولا السيناريو المتشائم يقول بأن هبوط التجارة العالمية سوف يكون بـ 32% خلال 2020 ثم مرور التعافي بمسار طويل وغير مكتمل لكن بغض النظر عن السيناريو الذي ستسلكه التجارة العالمية هناك الكثير من التحولات التي بدأت بالفعل أو تسارعت بسبب ظهور فيروس كورونا منها توجه الشركات لإعادة بناء سلاسل التوريد لأنه فيروس كورونا كشف وجود نقاط ضعف فيها وخصوصا تركز سلاسل القيمة في دول معينة من التحولات أيضا دخول اعتبارات الأمن القومي الآن في السياسات التجارية بعد أن وجدت الدول نفسها غير قادرة على تلبية الطلب المتزايد على معدات الوقاية الشخصية أو المنتجات الطبية وهو ما أبرز مخاطر الاعتماد على الغير في هذه التجارة من الاتهجهات الهمة أيضا رقمنات الاقتصاد وهو ما ظهر في تزايد وتيرة تبني التكنولوجيا إن كان على مستوى الشركات أو حتى على المستهلكين مثال طبعا على ذلك التجارة الإلكترونية قفزت مبيعاتها بشكل ملحوظ هذا العام ومن المرجح أن تتضاعف بحلول العام 2023 لتصل إلى مستويات الست تريليون ونصف تريليون دولار إذن صحيح أن التجارة العالمية تمر اليوم في بيئة شديدة التعقيد واقتصاد عالمي يعاني من تبيعات كورونا إلا أن فرص نمو التجارة العالمية لا تزال موجودة وقابلة للتحقق هذا بحسب مركز دبي للسلعة المتعددة نستمع من الممكن أن تدعم التجارة التعافي الاقتصادي عبر أربعة عوامل تطبيق التكنولوجيا وزيادة الخدمات التجارية العابرة للحدود وتطوير سياسات تجارية مبتكرة فضلا عن الاستثمار في البنى التحتية التجارية هذه العوامل الأربعة ستدفع نمو التجارة العالمية بنحو 18 تريليون دولار خلال العقد الحالي التقرير الذي أصدرناه يقدم للشركات والحكومات توصيات للدور الذي بإمكانها القيام به وكيفية التعامل مع التحديات التي تسيطر على مشهد التجارة حالياً فيما يتعلق بتداعيات فيروس كورونا ما من شك أن الفيروس قد خلف أسرع وأعمق صدمة اقتصادية في التاريخ وبالتالي كان تأثيره على تجارة السلع والخدمات غير مسبوق ولا ننسى أن التوترات التجارية بين الوليات المتحدة والصين فقمت هذا الوضع لكن يجب أن لا ننسى أننا شهدنا أيضاً اتجاهات إيجابية ظهرت أو تسارعت خلال فترة كورونا منها تعديل سلسل الإمداد للتركيز على التنوع وسهولة التنفيذ ومواجهة المخاطر ثانياً رقملة الاقتصاد إذ نتكلم الآن عن التعليم عبر الإنترنت وتوفير الخدمات الصحية عن بعد والعمل عن بعد ثالثاً التشغيل الآلي إذ تسارعت وطيرة تطوير الذكاء الاصطناعي وعلم التحكم الآلي خلال فترة الوباء أما عن دور التكنولوجيا في التجارة فالمديرة التنفيذية للعمليات في مركز دبي للسلع المتعددة في ريال أحمدي قالت أن التكنولوجيا ستساهم بزيادة حجم تجارة السلع العالمية لكن في الوقت نفسه ستتسبب في اضطرابات في بعض جوانب التجارة نستمع يعد تأثير التكنولوجيا على التجارة ضخماً إذ يساهم تطبيق الحلول الرقمية مثل الذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية في زيادة تجارة السلع بقيمة ستصل إلى نحو أربعة تريليونات وخمسمائة مليار دولار بحلول نهاية العقد وما من شك أن التكنولوجيا ستخفف التكاليف وتزيد الفعالية وستسمح بافتتاح أسواق جديدة واستحداث فرص العمل لكن في الوقت عينه ستتسبب التكنولوجيا باضطرابات في بعض مشاهد التجارة والإنتاج حيث من المتوقع أن نشهد اقتراب الكثير من مراكز التصنيع من أسواق الصناعة وبالتالي سيجري اختصار سلاسل التوريد وقد يتطلب بعض التكنولوجيات مثل الطبع الثلاثي الأبعاد والتصنيع المضاف مكونات أقل ضمن سلسلة الإمداد مما سيؤثر في حجم السلع التجارية ويخفضها وأيضا حين نتكلم عن التكنولوجيا من المهم لكل الفاعلين في هذا القطاع الاتفاق على مجموعة من المعايير والسياسات فيما يتعلق بتدفق البيانات وحماية الملكية الفكرية وسرية البيانات التي تعد محورية في وقتنا هذا كما أنه من المهم الاستثمار بالبنى التحتية الرقمية في مجال التكنولوجيا وهذا لصالح التعليم وإعادة تشكيل القوى العاملة التي ستتأثر بشكل مباشر باعتماد التشغيل الآلي والذكاء الاصطناعي ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ينقل نحو 90% من التجارة العالمية عبر السفن البحرية والتي تعتبر مسؤولة عن 3% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لذلك يحاول صدنا القرار حول العالم الوصول لتوافق ملزم لخفض انبعاثات هذه السفن بعد عامين من المحادثات تقترب نحو 200 دولة من التوصل الاتفاقية ملزمة للحد من انبعاثات سفن الشحن العالمية الأسبوع الحالي شهد انطلاق سلسلة من الاجتماعات الافتراضية برعاية المنظمة البحرية الدولية للاتفاق على نظام تصنيف لقياس انبعاثات الكربون لـ 60 ألف سفينة شحن كبيرة تمهيدا لخفض انبعاثاتها بمقدار النصف بحلول العام 2050 المناقشات الحالية سيتبعها جولة ثانية في نوفمبر المقبل وفي حال الاتفاق سيتم اعتماد الاتفاق في إبريل المقبل لكن ذلك يتطلب وصول الدول إلى توافق حول مجموعة من النقاط الخلافية التي لا تزال قائمة إلى حد الآن فأوروبا تطالب بإخراج السفن الأكثر تسببا للتلوث من الخدمة بحلول العام 2029 ما لم تتمكن هذه السفن من الالتزام بمتطلبات خفض التلوث فيما يرى أعضاء آخر كالصين واليابان أن مقترحات أوروبا صارمة للغاية وترى مجموعة أخرى هذه المقترحات بأنها غير كافية وعادة متسمت محادثات تقليل انبعاثات السفن بالبطء الشديد فالمحادثات بدأت عام 1995 ومن ثم استغرق الأمر حتى 2018 للتوصل لتوافق حول ضرورة تقليل انبعاثات من السفن وتعد سفن الشحن البحري مسؤولة عن 3% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم ويعود ذلك إلى أن العديد من هذه السفن تستخدم نوعا ثقيلا من النفط غني بالكبريت مما يتسبب من انبعاثات تعادل ما تولده ألمانيا التي تعد سادس أكبر مصدر للانبعاثات بالعالم بحسب البنك الدولي وبدأت المنظمة البحرية الدولية منذ يناير الماضي تطبيق قانون يلزم السفن بخفض الحد الأعلى لمحتوى الكبريت المسموح به في الوقود من 3.5% إلى 0.5% فقط في خطوة ستساهم بخفض الانبعاثات بمقدار 8.5 ملايين طن متري فاصل قصير نتابع من بعده عالم الطاقة وفيه قطاع الطاقة الجزائري خسائر بأكثر من 10 مليارات دولار بعد حالة من الاستقرار عادت مخاوف ضعف الطلب العالمي لتطغى على المشهد في أسواق النفط وعادت الأنظار من جديد إلى تحالف الأوبك بلس الذي تعهد بدوره باستمرار دعم أسواق النفط ما زال القلق سيد الموقف في أسواق النفط فالمخاوف من موجة ثانية لوباء كورونا قد تقود الطلب على الخام لجنة المراقبة الوزرية لمجموعة أوبيك بلس أكدت في اجتماعها الأخير استمرارها في دعم الأسواق ففي الوقت الراهن لا تزال أوبيك بلس ملتزمة باتفاق خفض انتاج النفط بمقدار 7.7 مليون برميل يوميا حتى نهاية ديسمبر قبل أن يتم تقليص الخفض إلى 5.700.000 برميل يوميا اعتبارا من يناير المقبل إلا أن أي تطورات من شأنها الإضرار باستقرار أسواق النفط قد تدفع بالمنتجين إلى تأجيل أي تخفيف للتخفضات السعودية من جانبها أكدت على لسان وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان على المرونة التي تتمتع بها أوبيك بلس للتأقلم مع المتغيرات التي يمر بها العالم وأنه ينبغي أن لا يشك أحد في التزام المنتجين بتقديم الدعم لأسواق النفط أما وزير الطاقة الروسي أليكزاندر نوفاك فأكد على التمسك بشكل كامل باتفاق خفض انتاج النفط مغيرا من موقفه الذي كان يصر فيه على تقليص وطيرة خفض انتاج النفط وعلى الرغم من تعافي الطلب على النفط تدريجيا منذ إبريل الماضي فإنه لا يزال عند 92% من مستويات ما قبل أزمة وباء كورونا الأمر الذي يرجح عدم انتهاء العوامل التي تؤثر على أساسيات أسواق النفط بحسب الستاد انرجي في حين يرى محللون أن السوق ليست في وضع يمكنها من استيعاب زيادة الانتاج التي تعتزم أوبيك بلس القيام به في بداية العام المقبل وتترقب الأسواق اتماع أوبيك الموسع في نهاية نوفمبر الذي من شأنه أن يرسم ملامح اتفاق خفض الانتاج في 2021 على كل إنسان نتحدث أكثر عن الموضوع من الرياضي نضم إلينا نائب رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى السعودية دكتور فهد بن جمع مرحبا بك وشكرا لحضورك معنا دكتور فهد تحدثت الأوبيك بلس بالاجتماع الأخير أنه في حالة عدم يقين محيطة بأسواق النفط يعني هي ليست بس فقط بأسواق النفط وأنا بكل الاقتصاد وزير الطاقة السعودي كان له حديث عن ضرورة وجود خطوات استباقية كيف من الممكن أن نقرأ ذلك يعني هل ممكن أن تكون تلميحات لتغيير محتمل في الاجتماع المقبل وربما تغيير بالكتل اللي أقرت ما بعد 2020 مساء الخير عليك وعلى جميع مشاهدين قناة سكاي نيوز وعليك نعم الوزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان هو لخص الوضع وذكر أن حالة عدم اليقين تؤثر بشكل كبير ومباشر على قوة أسواق النفط وأيضا تكلم وتحدث عن المبادئ الثلاثة وهي أن يكون هناك فعالية في اتخاذ القرارات وتكون مبنية على معلومات وبيانات دقيقة ومن أجل معرفة الوضع الحالي والمستقبلي حتى يتم أما تجنب المخاطر أو على الأقل التعامل معها فالسوء أسواق النفط ما زالت تعاني مخاطر كبيرة من عدة عوامل سواء من الجائحة الموجة الثانية سواء من الانتخابات الأمريكية سواء من زيادة إنتاج ليبيا كل هذه العوامل والالتزام الأوبك ما زال هناك دول من الأوبك أو الأوبك بلاس أو خاصة من الأوبك لا بد أن تعوض زيادة إنتاجها في الأشهر الماضية فيما تبقى من هذا العام فالالتزام الأوبك ضروري ولكن المخاطر فعلا كبيرة خلينا نركز حكيت أربع مخاطر موضوع السكند ويف لكورونا تحدث الانتخابات الأمريكية أيضا إنتاج ليبيا والتزام الدول الأعضاء السكند ويف لكورونا يمكن هذا موضوع لا أحد يستطيع أن يتحدث فيه خصوصا مع بادئ الدول الأوروبية من جديد بإعلان إغلاقات تدريجية للاقتصادات ولكن حدثني أكثر موضوع الانتخابات الأمريكية شو وزنه بسوق النفط؟ يعني على أي أساس نحن منقول سيتأثر فيه؟ هل الاستراتيجيات التي ستأخذ أو تتخذ بالبيت الأبيض برأيك قد تكون يعني مثل ما بيقولوا game changer على أسواق النفط لهذه الدرجة؟ نعم هو نعرف يعني الجمهوريين يختلفون عن الدموقراطيين في النظرة رئيس ترامب منع كثير من الترخيص على الأراضي الفدرالية لقطاع النفط لحفر الأبار بينما الدموقراطيين هم يحاولون منعهم من الحفر في الأراضي أو أعطاهم ترخيص في الأراضي الفدرالية وهذا سوف يؤدي إلى ضغوط كبيرة لو لم يفز ترامب على النفط ولكن سوف يقلص إنتاج النفط في الولايات المتحدة ويكون هناك أيضا عواقب كبيرة فيما يتعلق بالبيئة وهذا سوف يؤثر على حالة السوق طبعا عندما ينقفض الإنتاج في بلد ثاني لا بد زيادة من بلد آخر منتج آخر كندا وغيرها ولكن هذه الأمور تؤدي إلى ربكة في السوق الاتجاه يصبح غير محدد حتى تبني قراراتها مثل ما ذكر الأمير في المستقبل كيف تبني قراراتك وهناك وضع مربك وغير مستقر فبالتأكيد بعد 4 نوفمبر بعد انتخابات الأمريكية واجتماع الأوبك في نهاية نوفمبر سوف تكون الصورة واضحة جدا ما هو المسار الذي يجب أن تتخذه الأوبك في نصف سؤالي هنا لأنه بالغالب تغيير استراتيجيات دولة سيأخذ وقت لكن حاليا نحن نرى عدد الحفارات في الولايات المتحدة الأمريكية يرتفع أي زيادة بإنتاج النفط في الولايات المتحدة الأمريكية عم يأخذ ماركت شير إذا شئنا أم أبينا من من يسحب إنتاجه من السوق بالتالي هذا الشيء قد لا يعجب روسيا على سبيل المثال صحيح؟ هل هذا برأيك موضوع سوف يسبب تغيير مواقف؟ هذا هو من جهة بعض الدول أن ينظرون هل نحافظ على أسعار النفط وحمايتها من الانهيار؟ أو أن نستمر على الحصة المقررة حاليا من أجل أن لا تأخذ الدول للأخرى زي النفط الصخري حصة أكبر في السوق العالمي وهذا هو الاتجاهين متضاربين فعلينا أن نركز أكثر على المخاطر التي تشهدها أسواق النفط الآن أنا في رأيي أن محافظة الأوبك والتزامها بالحصص القائمة وقد يكون هناك على الأقل تمديد الخفض الحالي حتى الربع الأول من عام 2021 حتى نهاية الربع لأن الصورة ما زالت ضبابية وعدم اليقين مسيطرة على الأسواق وهناك مخاطر كبيرة وقد تعود الأسعار وتنخفض أكثر من ما هي عليه الآن ويسبب ربكها أيضا في السوق طيب دكتور فهد سؤالي هنا هل ينحصر دور أوبك بلس هذه المجموعة اللي حتى الآن استطعت أن تحقق نوع من التوازن في السوق بأن تخفض إنتاجها أم برأيك لابد النظر لربما أوبشنز مختلفة هذه المرة تعتمد على استراتيجيات مختلفة عن مجرد تخفيض إنتاجها من النفط وربما إشراك المزيد من الدول أو ربما تبني استراتيجيات على مستوى أكبر الوقت يمضي بسرعة ليس هناك وقت إذا تنتظر أن تقنع دول أخرى أو شركات مستقلة أنها تساهم في خفض الإنتاج حاولت الأوبك في بداية الجائحة أن تقنع بعض الدول وهي خفضت إنتاجها ليس بإرادتها وأنها خفضت الإنتاج بسبب أن السوق فرض عليها وأن خفض الأسعار أن تخفض إنتاجها وليس طوان فإذا الإقناع الآخرين قد يكون صعب وقد يأخذ وقت أطول ولكن أهم شيء هو أن المنتجين الكبار السعودية وروسيا ودول الأوبك عليها أن تلتزم بحصصها وأن تنظر إلى السوق من ناحية استقراره هل نحتاج إلى المحافظة على المستوى الحالي هل نذهب إلى الخطة التي تبنتها الأوبك بلاس هذا يحددها العوامل التي تجري في السوق وفي الشهر القادم سوف نرى أن هذه العوامل سوف تكون أكثر وضوح طيب كان في تقرير داخلي لأوبك حث فيه الدول التي لم تلتزم بالتخفيضات خرال الأشهر السابقة أن تلتزم فيها وأن تحققها خرال الفترة القادمة هل أكثر من أن نحث ونتمنى أوبك بلاس هذه المجموعة ماذا تستطيع أن تقوم أو تتخذ أي إجراءات بحق أي دولة لم تلتزم يعني ما كان الالتزام بقى 100% كما هو مطلوب هو معروف يعني الخيارات خيارين أما أنك تحافظ على المستوى الإنتاج الحالي أو أنك تعظم حصتك هناك دول مثل السعودية تكلفة الإنتاج من خفضة جدا تستطيع أن تزيد إنتاجها حتى لو السعر أقل وتعظم حصتها السوقية على الأقل على المدى القصير ثم في المدى الطويل سوف يؤدي إلى إجبار الدول ذات التكاليف العالية إلى الالتزام بما تقرر الأوبك بلاس هذا هو أحد الخيارات لكن ليس من صالح هذه الدول التي زادت إنتاجها خلال أكثر من حصتها أن تخالف ما اتفقت عليه مع الأوبك فعليها أن تلتزم بخفض الإنتاج لصالحها وإلا السعودية وغيرها تستطيع أن تغرق السوق أو تزيد الإنتاج وهذا ليس لا من صالح السعودية ولا من صالح هذه الدول بشكل سريع معي تقريبا أقل من دقيقة ليبيا وعودة الإنتاج كيف ممكن أن يغير المشهد؟ سوف يغير كثيرا يعني إذا زاد إنتاج ليبيا وصل 300 ثم زاد إلى مليون هذا معنى من يتحمل هذا الزيادة المليون معنى أننا أضفنا زيادة على زيادة الإنتاج وزيادة المخزونات العالمية أن نضيف مليون برميل هذا أكيد له تأثير كبير على الأسعار وعلى زيادة في السوق أو الفائض في السوق فلابد للأوبك أن تنظر بعناية أنا متأكد أنها تنظر لهذا فعليها أن تلائم خطتها الجديدة مع هذا الحدث زيادة إنتاج ليبيا عدم التزام بعض الدول بإنتاجها حتى يكون هناك قرار سليم وحكيم يؤدي إلى استقرار أسواق النفط شكرا جزيلا لك نائب رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى السعودي الدكتور فهد بن جمع ترجمة نانسي قنقر كشفت الحكومة الجزائرية تكبت قطاع الطاقة في البلاد خسائر تجاوزت عشرة مليارات دولار مرجعة ذلك إلى التداعيات وباء كورونا الذي أثر على أسعار النفط وهو العصب الرئيسي لاقتصاد البلاد خسائر كبيرة تكبدتها شركات النفط والكهرباء والغاز في الجزائر نتيجة تداعيات وباء كورونا بلغة أرقام كشفت عنها السلطات الجزائرية فإن شركة المحروقات الحكومية سونطراك خسرت نحو عشرة مليارات دولار حتى أواخر سبتمبر الماضي مع انخفاض في قيمة صادراتها بنسبة 41% وللخروج من هذه الأزمة يرى خبراء أن الشراكة الأجنبية قد تقي من الأسوأ قانون المحروقات الذي تم مسدق عليه في نهاية 2019 يمنح فرص أكثر لسونطراك من أن تدخل في عمليات مشاركة مع شركات أجنبية سواء في التنقيب سواء في الإنتاج بمنطق آخر بجباية أقل وإذن بمردودية أحسن هذا ما هو مسطر بالنسبة لشركة سونطراك قائمة الخسائر طالت أيضا مجمعي الكهرباء والغازي الحكوميين وشركة طيران التصلي التابعة لسونطراك ناهيك عن شركة تسويق الوقود نفطال التابعة للمجمع ذاته بقيمة إجمالية تقارب 480 مليون دولار أمر يستوجب حسب البعض تدخل الدولة تدخل خزينة جزائرية وتعطيلها أمكانية مليل الجيلة لكي تبقى مسئرة وتبقى واقفة لأننا لازم نحتفظوا بشركات كما سونطراك كما سونالجاز كما إيراجيري كما السكة الحديدية كما كل ما هو نقل البحري هذه أمور تعتبر عندنا نعتبرها عندنا أن قضية وطنية لا نقدرش تخلى عليهم ارتدادات مرتبطة بالتباعات الاقتصادية هذه السنة ضمن نسق كان أصلا في منحنى تنازلي لأسعار البترول يقول مختصون اقتصاد الجزائر مرهون بعائدات المحروقات التي تمثل أكثر من 90% من إرادات البلاد وأن يتذب دمي في أسعار هذه المادة قد يؤثر سلبا حتى على احتياطي صرف الخزينة العمومية نهت زرواط سكاينيوز عربية الجزائر هذا ما كان لدينا في حلقة اليوم من عالم الطاقة نلقاكم الأسبوع المقبل دمتم برعاية الله وأمنه إلى اللقاء